أعزائي المشاهدات والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نستطيع بناء تصور متكامل للعمران دون أن يكون عندنا تصور لطبيعتنا الإنسانية ووظيفتنا الاستخلافية وما زلنا مع وظيفة التدبر في المفاهيم المؤسسة لعمراننا الإنساني ووجودنا الأخلاقي حلقة اليوم ستكون عن الأرض قد يستغرب كثير من المشاهدين كيف لبرنامج أخلاق وعمران أن يقف عند الأرض وما العلاقة بين هذا وذاك سبق وبينت في أكثر من حلقة أننا نمارس وظيفة التدبر وأحسب أن شهر رمضان الأبرك هو مناسبة روحية عرفانية مساعدة على هذا العمل على هذه الوظيفة وظيفة التدبر ليس فقط الفهم التفسير الظاهري بل هو فهم الأعمق يساعدنا على تشكيل تصوراتنا الكلية فالإنسان مخلوق أرضي بمعنى يتحرك على هذه الأرض ويعمل فيها فالسؤال هنا ما هو تصورنا لهذه الأرض؟ أشرنا إلى شيء من ذلك عند حديثنا عن واجب السعي في الأرض لو تتذكرون إذ يلزم دوما الوعي بحركية الإنسان وحركته على الأرض وحق هذه الأرض في الاستخلاف الإنساني الذي يحفظها ويرعى وجودها ومكوناتها واليوم سنتحدث عن الأرض مفهوما تصورا وفضاء لعمران الإنسان لذلك ما دمنا ننطلق من التصور القرآني فيجدر بنا أن نتأمل سويا الحقل المفاهيمي للأرض في القرآن الكريم ودعونا نمارس سويا مهمة التدبر تدبر كلمة الأرض في القرآن كما تعرفون وردت كلمة الأرض في آيات متعددة من القرآن الكريم وهذه بعض الآيات التي توضح المساقات والصياقات التي تجل لنا تصور الأرض في علاقتها بالسماء نحو قولي عز وجل الذي جعل لكم من أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهنا يضعنا القرآن بين أرض وسماء بين فراش وبناء يظهر لنا التكامل بينهما فينزل من السماء ماءا لتنبت الأرض وتخرج ثمرها وهذه إشارة قوية جدا إشارة مهمة إلى أن الأرض لا يمكن أن تثمر دون مدد السماء فهما متكاملا متواشجان متلاحقا متلاقحا وكل المخلوقات الأرضية تحتاج لمطر السماء كي تحيا كي تنمو كي تستمر فلا عمران أرضي دون مدد سماوي لمن تأمل وبهذا المعنى جعلت الأرض مستقرة للإنسان وهي مقام إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين لكنه ليس بالمستقر الدائم فالأرض ليست طار قرار لذلك ختمت الآية إلى حين فمستقره سماوي لكن الإنسان هبط إلى الأرض ليؤدي عمله ثم يرجع لأصله قلنا هبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما زال تدبرون للأرض في القرآن مستمرا فالأرض إذن هي قرار ومستقر إلى حين وهي كذلك مما سخره الله للإنسان لذلك نجد آياء تتحدث عن الأرض في سياق التسخير الإلهي مثل قولي عز وجل والذي خلق لكم ما في الأرض جميع وقولي سبحانه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون نعنى ذلك كما جاء عند الإمام القشيري سهلنا عليكم أسباب المعيشة ويسترنا لكم أحوال التصرف ثم أراد منكم أن تتخذوا إليه سبيلا ولم يعتصي عليه مراد كما جاء في روح البيان لإسماعيل حقي أن التمكين لفظ جامع للتمليك والتسليط والقدرة على تحصيل أسباب كل خير وسعادة دنيوية كانت أو أخروية وكمال استعداد المعرفة والمحبة والطلب والسير إلى الله ونيل الوصول والوصال والجميل في ذلك أنه لم يتشرف بهذا التمكين إلا الإنسان وبه كرم وبه فضل وبه يتم أمر خلافته ولهذا أمر الملائكة بالسجود لآدم ومن الله كذلك على الذي بقولي لقد مكناكم في الأرض أي سيرناكم ووهبنا لكم في خلافة الأرض ما لم نمكن أحدا غيركم في الأرض من الحيوانات ولا في السماء من الملائكة لذلك فالإنسان هو المخلوق المكين في الأرض والله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المكن والمكان لسبب وعلة ومقصد وهذا ما توضحه الآيات التالية التي تبين وظيفة الإنسان في الأرض من القول عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم يظهر من الآية أن وظيفة الإنسان خلافة الأرض وخلافتها إصلاحها والحيلول دون فسادها مستاقا لقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لذلك يعطينا القرآن الكريم قصص من مروا فوق هذه الأرض ليتدبر الإنسان ولا يقع في نفس أخطائه من إهلاك الحرث والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ومن هنا فإن إرادة قصص أمم السابقة هو من التدبر هو من الأخذ بسنن الله في الإصلاح وهذا ما يفسر لنا إرادة السير في الأرض ومن مقاصل هذا السير في الأرض النظر وأخذ العبرة قد خالت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا في فتان عاقبة المكذبين قوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أممنا مثالكم إذن فدلالات الأرض في القرآن ومعانيها تجللنا كثيرا من المحددات فالمقصد هو الإصلاح وعدم الإفساد ما هي الإفساد؟ إهلاك الحرث والنسل سفك الدماء تخريب الأمن الروحي طبيعة الأرض هي أنها فراش أنها مستقر أنها متاع وظيفة الإنسان الخلافة في الأرض والمؤهلات التمكين مكناكم في الأرض فيتضح لنا أن مفهوم الأرض يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان إذ يقع الإنسان في رتبة وجودية أسمى مخارنة ببقية المخلوقات لحمله الأمانة في الأزل فكان الإنسان بذلك الناقل لقيم السماء نحو الأرض عن طريق ما يمكن تسميته بالاستخلاف وكان التوجيه الإلهي الدائم يقوم على إصلاح الأرض وعدم إفسادها إلا أن طبيعة الإنسان تتراوح بين الخير والشر وهذا ما عبرت عنه الملائكة حين رأت وجه الدموي الإنسان أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هذا ما يؤكد لنا أن طبيعة الإنسان ليست خيرة مطلقا فلا يمكن القول بعموم الخيرية ولا بالشرية طبعا نحتاج إلى وضع ضوابط للفعل الإنساني لضمان مصاري الإصلاح الأرضي مع التأكيد أن الفطرة هي حاملة لقيم الخير والإصلاح ولو تأمننا التاريخ والواقع لوجدنا أن الإنسان كانت دوما يتأرجح بين قيم الإصلاح والإفساد بين قيم العمران والطغيان لذلك فإننا اليوم في حاجة لأن نبصر ونتبصر بحقيقة السعي الإنساني ونتخلق بأخلاقه ونتحقق بمقاصده فأنا لنا ذلك أحسب الله وأعلم أن بداية تحديد بفاهيمنا القرآنية ومحاولة تدبرها مقدمة منهجية أساسية لتجليد هذه التصورات هذه الرؤى المركزية في علاقتنا بالله في علاقتنا بالأرض في علاقتنا بالإنسان بالمجتمع بالمحيط والبيئة السير في الأرض الاعتبار بمن سرى في الأرض والعمل في الأرض وإصلاح الأرض كل هذا هو ما يجعل الأرض تتحقق بأوصاف المستقر والمتاع إلى حين إلى اللقاء